المنحنة ام كان سيد الحجاب يستجيب لطلواتي الرحمن انه انا بشكل اولا يعني انا من عشاء البرنة و اظن من على بعض من المعرفة به و باصوله و بصيره المختلفة و اظن بهذا القدر من المعرفة استطاعت استطاعت ان اقدم لمن اتعامل معه من الملاحنين صيغة غمائية لا بأس به انا فكر من المره من المرات كده كنت في احد الرمضانات عملت فواثير مع سين الامام السبب اللي بعدين احد تاني اللي بيعمل الفواثير دي مع سين الامام فلاقيته بيتطوبني ولا يوم من ايامك واستاذ سين قلت له خيره قال لي خاكر لما كنت بتقرالي الكلام عبال ما اوصل البيت اسمعك اللحنة في الدليفون انا دلوقتي معايا كلامه مش عارف اقشينه من اين ولا من اين و مش عارف قلائيله لحنة مناسبة فا اظن ده يعني ما ما حصلش ان انا كنت طيع مع الملاحن قد ما كنت عارف مسبقا ان الملاحن هيروح فين بالكلام بس سيد اسببات ايضا بحثة السؤال او الاتحاء على المعرفة يمكن احنا طبعا نعلم ان عمار الشريعي اسمه جهيد جدا في التعامل مع سيد الحياة بين الجناح الاساسي في جناحي الطائرة لكن انا باسأل الهالة الحلمية تقلقت وضقت في وقتاننا وشكلت دراما موازن دراما من زناد الحال ميشيل المصر ميشيل المصر المزل يصقر في احتفالك سيد هذا هو ميشيل المصر الحقيقي يعني اسعدني زماني ان عملتي معنا جميعا عمال اتعرفت عليه في جناد آدم يا عم آدم عيالك اطوارية في المكاهة زمان فحين مرض عماري السيديعي مرضه الاول ودهب العملياته هنا في القلب كان ميشيل المصر هو المعمول ليحل محل عمالي السيديعي والحمد لله انه انجز لنا هذا اللحن ان نشوفه عبقان ونشوفه مليء بالحس الشاجن اللي في الغناء العربي يعني نعم نشيل مزيكات كبير جدا اعملنا مع بعض بعد هذا العمل مجموعة من الاعمال الاخرى اظن من الاعمال لان انا سعيد جدا اعملنا في سنة من السنوات مجموعة من الادعية الرمضانية اللي اصريت الميشيل المصري القبط المصري هو الذي يلحنها لان الميشيل المصري في ده مخزون الموسيقى المصرية منذ الفراعين مرورا بالمعهد الفرعوني للموسيقى القبطية وصولا الى اهمة التلاوة الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ علي محمود كل ده ساكن ومعشش وعايش هو ميشيل المصري جد معرفته العميقة والعصرية بالموسيقى عشان كده هظن اللحن اللي عمل ميشيل المصري اللي الحلمية هيعيش كبير جدا 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 في وقداننا لأنه فعلا ابن هذا الوقدان وابن هذا التراس الموسيقي المقدم للفراعنة للشيخ مصطفى اسماعي انا افضل احب ان اضمن افضل لبعض الجهود الكبيرة التي يمكن اعتبر الساعة الحجاب من شعراء الاغنية للطفل للطفل وهموم الطفل وجماد الطفل المهمين جدا الاطفال في حياة الساعة الحجاب اخذت حيزا كبيرا جدا قبل ما نبدأ الكلام انا بقدم اغنية من الاغنيك يلا بينا عفاف راضي مش عاديين من احنا عمار الشريعي ويلا بينا بصوت معاجزة الغناع السكندري نور المصرية بدأ بالغناع ثلاث سنوات شكرا 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 شكرا